ايه اللي كان ممكن يحصل لو ما انقردتش اسماك قرش الميجالودون؟ قبل 2.600.000 سنة فاته كانت اسماك قرش الميجالودون بترعب البحار والمحيطات وفيه اعتقاد بانها اضخم واكبر سمكة قرشة وجدت على سطح كوكب الارض ومن اقوى الحيوانات المفترسة في تاريخ الفقريات لا عجب بطلقبها باسوأ كبوس عرف العالم على مر التاريخ ايه اللي كان ممكن يحصل لو ما انقردتش اكلات اللحوم البحرية دي؟ سيطرت الحيوانات العملاقة دي على الارض من ملايين السنين واكيد بنفكر كتير كان هيحصل ايه لو كنا عايشين في الفترة دي اهلا بيكم في فيديو خان انا سلوانيج والحلقة دي هنتكلم فيها عن اسماك قرش الميجالودون وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول بقاو عاشت اسماك الميجالودون خلال عصر النيوجين في فترة الميوسين وهي فترة جيولوجية من المقياس الزمني الجيولوجي تمتد من 23 مليون الى 5 مليون سنة ماضي اسمها العلمي هو كاركاروكليس ميجالودون ومعناه الانياب الضخمة بالضبط هو ده انسب لقب ولازم نسأل هنا حجم الانياب دي قد ايه؟ يعتقد علماء الحفريات بان حجم الميجالودون يتراوح ما بين 52-59 قد ويتراوح وزنه بين 70-100 طن طوله يعادل حوالي 3 اسماك ارش ابيض مكتملة النمو وتقريبا يساوي اوتوبسين واربع يعني ممكن نضع اتنين سمكة من اسماك الميجالودون في حمام السباحة الولمي اللي بيساوي طوله تقريبا 164 قد بالنسبة للوزن بيساوي تقريبا وزن 14 في البالغ وبيساوي ايضا وزن طيارة بوينج وبالمناسبة زعانف سمكة الميجالودون شبه اجنحة طائرة البوينج وايضا حوالي 33 ارش ابيض وبعد ما رسمنا صورة مرعبة للميجالودون وحقيقة انها مهولة بالنسبة لسمكة الارش الابيض اللي بنشوفها النهاردة كيف اعتنت هذه الاسماك البحرية الضخمة بنظامها الغذائي؟ بفضل اسنانها الضخمة كان بامكانها التهام الحيوانات البحرية الكبير او متوسطة الحجم قبل ما نتكلم عن لائح الطعام الميجالودون هنتكلم عن الجزء الاهم في ارش الميجالودون اسنان الميجالودون اسناء عصر النهضة كان يعتقد بان اسنان الميجالودون هي اطراف متحجرة لالسنة التنانين والتعبين وكان يعتقد ايضا بانها صخور سقطت من الفضاء واكتشف ما هيتها علم الطبيعة الدنماركي نيكولاس استينو عام 1667 في كتابه تشريح رأس سمكة الكرش وماهد الاكتشاف ده الطريق الى جزء اخر ايه الحيوان الضخم اللي اسنانه كبيرة كده وكانت البقية الوحيدة للميجالودون اللي تم اكتشافها هي فقراته واسنانه وتم العصور على مئات الحوافر لأسنانه في جميع انحاء العالم وبالنسبة للفقرات لم يتم الحصول على فقرات كاملة ولكن اجزاء فقط من العمود الفقر نرجع لأسنانه الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة بين خبراء الحفريات تم العصور عليها في انحاء استراليا وجنوب شرق اسيا واوروبا وامريكا الشمالية والجنوبية لست مضطرة للغوص في اعماق المحيط لرؤية سن ميجالودون حقيقي يمكن زيارة متحف اكسوفورد للعلوم الطبيعية او متحف تاريخ العلوم الطبيعية بسان دييجو او متحف مدينة ليتز حيث يتم عرض هذه الاسنان ده اسهل بكتير من اننا ندور داخل المحيط كيف تمكن العلماء من معرفة حجم الميجالودون بناء على اسنانه فقط علم البحار جون راندل استعمل نسبا لأكبر الاسنان العلوي واسنان الفك وارتفاع من الاسنان لسمك القرش الابيض كنموذج وتم صنع نسخة طبق الاصل من فك سمك القرش كان عرض فك سمك القرش حوالي من 6 ل7 اقدام مع اجمالي 276 سن في 5 صفوف تصل قوة العد لديه من 11 ل20 ألف كيلو جرام اقوى من 16 مرات من سمك القرش الابيض واقوى ب3 مرات من الديناسور التيريكس ومن المعتقد ان قوة العد للميجالودون هي الاقوى لكل الكائنات الموجودة على كوكب الأرض والمنقرضة أيضا ان هذا المخلوق العملاق يمكنه ان يحظى بأي وجبة على العشاء ولكن كانت وجبته المفضلة هي الحيتان وخصوصا الحيتان الزرقاء واذا لم تكن بمزاج يسمح لها بتناول الحيتان فانها تتغسى على ابقار البحر والدلافين وخنازير البحر وغيرها من الكائنات الكبير هجمتها على فريستها تتسم بالوحشية ولكن ماذا تتوقع من الكائن الأكثر رعبا على مر العصور يقوم الميجالودون بغرس أنيابه في جسد فريسته مما يؤدي إلى صحق دلوعها وتمزيق قلبها ورئتيها الطريقة الثانية لهجوم الميجالودون كانت عن طريق تمزيق زعان في فريسته لشل حركتها قبل مواد الطعام ينحدر الميجالودون من سلالة سمك إرشعاش قبل التاريخ يسمى بوتودوس والذي لم يكن له صلة قرابة بأسماك الكرش البيضاء الكبير ومع ذلك فإن أسماك الكرش كانت موجودة في نفس الوقت شأنها شأن الميجالودون لكن لم يكنوا يقتصمون نفس أصناف الطعام لأن أسماك الكرش الأبيض تفضل الأماكن الباردة أما أسماك الميجالودون تسبح فقط في الأماكن الدفئة ما هو السبب الرئيسي في انقراض هذا المفترس العظيم؟ هناك ثلاثة نظريات درسها الخبراء الأولى هي التغيرات المناخية مع بداية العصر الجليدي انخفضت درجة حرارة المحيط ومياه النصف الشمالي من الكرة الأرضية مما خلف أنهار جليدية وما ننساش إن الميجالودون بيكره المياه البردة أو المعتدلة النظرية التانية بتقول إنهم ماتوا جوعا مع بداية العصر الجليدي تم دفع غزاء الحيتان نحو القطبين ده خلاها تهاجر للمياه البردة وتسببت هجرة الحيتان في انخفاض مصدر الغزاء للميجالودون التي لم تكن قادرة على ضبط حرارة جسمها بعكس فريستها الحوت الأزرق النظرية التالتة هي عبارة عن إن مفترسات البحر الأخرى كالكرش الأبيض والأركيد كانت تتغذى على صغار الميجالودون مما أدى لانخفاض أعدادها كما لم يسمح انخفاض البحر بتوالد الميجالودون تم مناقشة النظريات الثلاثة في عام 2016 من قبل الباحثين في معهد ومتحف الحفريات في جامعة زيوريخ وجدوا بأن السبب الحقيقي لانقراض الميجالودون هو التنافس على الغزاء ومن يجرؤ على التنافس مع أقوى الحيوانات المفترسة على الإطلاق حسناً إنها نفس الحيوانات المتهمة بأكل صغار الميجالودون أسماك الكرش الأبيض والأركيد كانت هذه الحيوانات أكثر رشاقة من الميجالودون وكانت قادرة على تناول الطعام منه تحتاج أصحاب الأنياب الضخمة إلى 2500 رطل من الرحوم يومية بالإضافة أن الكرش الأبيض والأركيد يمكنهم العيش في المياه الباردة التي ينفر منها الميجالودون ماذا لو حالفها الحظ ولم تنقرد؟ أولاً علينا إعادة تنظيم النظام البيئي البحري لتزدهر حتان الأنياب الضخمة كان هذا سيعني بأن مصدر الغزاء الحتان الزرقاء مثلاً مازالت موجودة في مكانها ولم تهاجر إلى البحار غير الاستوائية بحثاً عن الطعام حينها سيكون التنوع البيئي البيولوجي غنياً جداً إذا ما حدث ذلك سيعيش جميع الحيوانات البحرية المفترسة التي كانت تعيش بجوار الميجالودون لن يكون هذا الوضع مفيد للإنسانية كانت ستكون الرحلات البحرية تجربة مسيرة ولكنها مخيفة جداً لكن لا يمكن لهذا المخلوق البحري الضخم السباحة سوى في المياه المفتوح لذلك في احتمالية مقابلته عن قرب ضائلة جداً أيضاً سيكون لدى أجدادنا بالماضي مشاكل في التعامل معه لأن وسائل التنقل البحر حينها كانت فقط صفن مائية صغيرة لكن الآن نتمتع بطرق زكية ومطورة للتغلب عليه باستعمال التكنولوجيا الحديث ومع ذلك من الأفضل أن تكون بعيد جداً عن الميجالودون وإلا ستكون وجبة شهية لهم